انا عمالة في شغلي عمالة في ادفورتايزنج عمالة بتطور و عمالة بترقا و عمالة باقصة بردو مش حاسة ان انا فاح مش حاسة خالص ان انا بساتسفايد مش مبسوطة خالص تمام يعني فداي اللي يمكن حاجة واحدة بهايدة في فروداكشن فاللي هو خلاص وصلت للطاب مش مبسوطة فقلت له انا بحب التمثيل وعارفة ان انت وتقريبا انت مخرج انا بسمع انت مخرج يعني انا عرف انت مش هتوافق حاجة زي كده قال لي ليه مش هوافق فقلت له عشان اكيد مش هتوافق دي كان اول مرة بتفتح فيها محمد سامين المخرج اللي هو الوزك اللي تقول له انا عايزة مثل وهو انت كنت متوقع ان هو يرفض اه فكان رد فعلي مختلف هو عارف انت بكثير من زمان وان انا عايزة مثل بس بهزار كنا لما قلت له بقى قال لي لا بالعكس مين قالت كده اه انت زي كزي لكي طموح وليكي حاجة نفسك تعمليها فلو طموحك ده انا كمان اقدر اساعدك فيه هساعدك فيه اكيد حلو جات من هنا بدايتك في اه حكاية حياة؟ لا ده كان لسه قبل حكاية حياة فساعتها انا لقيت ان انا خلاص ممكن امثل قدامي فرصة فده اتاخد كرسات تمثيل ماشي؟ ماشي للمرة جبريل واخدت معا كرسة تمثيل وهو ساعتها قال لي انا محتاج اشوفك اعمل الكاسنج عشان اعرف انت هتنفعي في الدرع لا لا لاني مش هيرفة ان انا اطلعك اضحك الناس عليك هو كمان يعني غير انه خايف اكيد على شكل مستوى العمل ومش عايز يغامر لكن هو برضه خايف ان انت اه يقدمك او يحرق مي وخلاص عشان هي خلاص مراتي فانا هقدمها موضوع صعب اه بشكل فر يعني بيتميز فما ينفعش ان انا اطلع معي وابقى حلو فقلت له اوكي قال لي غلاصت في يوم وانا عند مروة هكلمك تيجي وجي فعلا وشافني عمالي كاستنج جد كويس جد كان ايه فاكرة كان ايه المشهد اللي عملتي في الكاستنج كان مثلتي عملتي اه ايه كواليس الموضوع ده كان ماشا كده المفروض ان ان انا اطلع الوطي بديني شنطة كده وقال لي اه اه ودي العربي وهربي الشنطة دي خبيها وكده حلو وكان ساعتها قالك ده كويس كان مبسوط كان مبسوط مجاملكيش لا لا مجاملنيش مفرومات مش جاملني فلس الشغل